اشتركوا في القناة ومن المنتظر أن يصوت البرلمان الأوكراني على استقالة أباكب يوم غد الخميس في حين اعتزم النواب التصويت على تولي خليفته منستيرسكي منصب وزير الداخلية الجمعة القادم طرح علي الأمر قبل قليل وأنا مدرك كمتخصص وسياسي حجم التضحيات وقد قبلت الترشح للمنصب بمحض إرادتي وأنا متمسك به قال نائب وزير إعادة نمج الأراضي المحتلة مؤقتاً في أوكرانيا سنافر سيد خليلف خلال مشاركته في برنامج ناسامم ديلي الذي تبثه قناة UATV أن قانون الشعوب الأصلية يفتح آفاقاً جديدة على طريق إنهاء احتلال شبه جزيرة القرم وضف أن الوزارة تعمل في إطار القانون الجديد ضمن استراتيجية لتطوير دغة تتار القرم على أساس الأبجدية اللاتينية مما ممنحها دفعة للتكامل مع دول العالم الناطقة بالتركية الدولة المعتدية مقيدة بمقارباتها الإمبراطورية في هذا السياق ونعلم أن جميع اللغات هناك تتطور فقط على أساس الأبجدية السيريلية وباعتماد أوكرانيا لهذا القانون فهي تتبع مسار تطور اللغة وبالأخص بناء على الأبجدية اللاتينية مما يساعد على خلق دافع جديد تماماً لتصبح أوكرانيا دولة قيادية بمفهوم القومية السياسية التي تضم عديد المجموعات العرقية والشعوب الأصلية المكونة أجر الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلنسكي اتصالاً هاتفياً بنظيره الصيني شينجين بينغ اتفق خلاله الطرفان على إطلاق نظام التأشيرة الحرة بين البلدين ونقش الرئيسان العلاقات الثنائية بين البلدين لا سيمة تجارية منها التي تشهد نمواً للعام الثاني على التوالي على الرغم من جائحات كورونا من جانبه أعلن الرئيس الصيني استعداد بلاده للتعاون مع أوكرانيا في إطار البرنامج الرئاسي البناء الكبير الصين هي الشريك التجاري والاقتصادي الأول لأوكرانيا في العالم نحن مهتمون بالاستفادة من إمكانيات التعاون الثنائي خاصة في مجالات التجارة ومشاريع البنى التحتية الكبيرة قال الصحفي في راديو ليبيريتي ريكارد جوزياك إن سفراء الاتحاد الأوروبي قرروا اليوم إضافة أوكرانيا إلى قائمة الدول التي ينبغي رفع قيود السفر معها عضفاً القائمة التي تتضمن أيضاً كل من ملدوفا وأرمينيا وأذربيجان ستعلن يوم الغد فشل البرلمان الأوكراني في التصويت على مشروع قانون تقنين القنب الطبي وأحيل مشروع تنظيم تدول المرهوانة للأغراض الطبية للجان المتخصصة للمراجعة وذلك رغم مطالبات وزارة الصحة وناشطين بتبني ما يسمى بقانون صوفيا صوفيا التي سمي مشروع القانون باسمها فتاة تبلغ من العمر أربع سنوات مصابة بالصرع الحد حضرت مع والدتها إلى البرلمان على أمل اعتماد تشريع القنب الطبي والذي من شأنه أن يخفف آلامها وألام مليون مريض أوكراني يعانون من أمراض مزمنة في هذه الوقفة الاحتجاجية التي نظمت صباح أمس أمام مبنى البرلمان الأوكراني طالب بعض المرضى رفقة أقاريبهم النواب بتمرير مشروع قانون المريوانة الطبية وفي رمزية على مدى صبر وتحمل المرضى للآلام المبرحة نصبوا حبات دواء كبيرة حملت شعارات الصبر والتحمل هما العلاج الوحيد المقدم الآن يطلق النشطاء على الوثيقة التي تجيز استخدام الحشيش للأغراض الطبية قانون الصوفيا وهي طفلة عمرها أربع سنوات تعاني من صرع شديد تقر والدتها أنها حصلت بطريقة غير مشروعة على أدوية للتخفيف من الحالة المرضية لطفلتها نشتري هذا الدواء عبر موقع أمريكي ومن بولندا أيضا يجلبه لنا الأصدقاء والنشطاء نينا المصابة بالسرطان تقول أن القنب الطبي لا يخفف الألم فحسب بل يخفف أيضا من الآثار الجانبية المؤلمة للعلاج الكيميائي يعمل كمهد في حالات الأرقي وفقدان الشهية حتى أنه يساعد البعض في التوقف عن تناول مضادات الاكتئاب التي عادة ما توصف للعديد من مرضى السرطان وفقا لمعطيات المنظمات الاجتماعية المعنية بالدفاع عن حقوق المرضى في أوكرانيا فإن هناك قرابة مليوني مريض بأمس الحاجة إلى العلاج بعقاقيرة تعتمد مادة الكانابيديول الموجودة في القنب الطبي مرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج الكيميائي والمصابون بالصرع الحاد ومرض باركنسون والزهايمر جميعهم للأسف محرومون اليوم من فرصة تخفيف ألامهم بشكل قانوني وضعوا مشروع قانون تقنين القنب يؤكدون أنه مقصور على الاستخدام الطبي والعلمي فقط سيجري صرف هذه العقاقير من الصيدليات بناء على وصفة إلكترونية من قبل الطبيب كما ستخضع هذه الأدوية إلى مراقبة وكالات إنفاذ القانون ووزارة الصحة إلى جانب إنشاء سجل إلكتروني لها تفرض رقابة صارمة على جميع مراحل زراعة القنب أي منذ بذر الحبوب إلى حين نضوجها وحصادها ونقلها للمعالجة وصنع الأدوية تقول وزارة الصحة الأوكرانية أن تقنين استخدام القنب الطبي سيخفف من معاناة المرضى ويسمح لشركات الأدوية الأوكرانية بتطوير صناعة الأدوية الفعالة لا يمكن القول أن مشروع القانون هذا سيقنن استيراد القنب أو لتجاربه في أوكرانيا بشكل عام يسمح باستخدام مستحضرات القنب الجاهزة وكذلك المشاركة في البحث العلمي بما في ذلك في مجال تطوير وتحديث العقاقير يتم الآن استخدام الأدوية القائمة على القنب بنجاح في ستين دولة حول العالم حفاظا على البيئة والحد من التلوث في المدن الأوكرانية المنتجة للفحم تعتزم الحكومة الأوكرانية إطلاق مشروع تجريبي يتضمن إغلاق المناجم غير المجدية اقتصاديا والانتقال التدرجي إلى الحياد المناخي رئيس الوزراء الأوكراني دينيش ميهال أكد أن المشروع يأخذ بعين الاعتبار تحمل المسؤولية الاجتماعية وضخ استثمارات جديدة في تلك المناطق وأشار إلى أن ألمانيا والبنك الدولي مستعدان لتقديم الخبرات والتقنيات في هذا المجال ولفت إلى أن المدن الأولى التي ستتم إعادة هيكلتها ضمن المشروع هي تشيرنا بوغراد في إقليم الفيب وميرنا هراد في دانياتسك يعتمد نجاح المشروع في بلدنا بشكل مباشر على جميع المشاركين في العملية من السلطات المحلية إلى الشركاء الدوليين معا يجب علينا تطوير نموذج عالمي لإعادة هيكلة مناطق التعدين وإعادة بنائها مما سيخلق فرصا جديدة لسكانها وللمستثمرين فازت العدال أوكرانية مارينا بيخ رامانشوك بالميدالية الذهبية في منافسات مرحلة الدوري الماسي في الوثب الطويل محرزة 6 أمتار و77 سنتيمترا بفارقي سنتيمترين عن الرقم القياسي لهذا الموسم ويعد هذا الإنجاز هو الثالث في منافسات الدوري الماسي كما أحرزت رامانشوك البرونزية في منافسات المراحل في فلورنسا وستوكولم اشرب القهوة برفقة قطة في جولتنا القادمة نصحبكم بزيارة إلى مقهى برازيلي خاص يوفر لزبائنه فرصة فريدة للاسترخاء والاستمتاع بمشاهدة القطة وهي تتجول في المكان كما يتيح المقهى إمكانية تبني أي قطة وذلك بعد اتخاذ الإجراءات والأوراق القانونية التي تضمن توفير حياة كريمة لها إلى مقهى القطة حيث متعة القهوة ممزوجة بألفة الحيوانات نذهب في التقرير التالي يعد هذا المقهى الكائن في وسط ريو دي جينيرو الملاذة المثالية لمحبي القطة لأنه يقدم لهم فرصة الاستمتاع بشرب القهوة أو تناول وجبة خفيفة بينما تتجول القطة من حولهم والهدف الرئيس هو مساعدة القطة المشردة والاعتناء بها أو منحها لمن يود التبني يخيم على المكان جو خاص فالقطة لديها طاقة إيجابية كبيرة تمنحها للزوار بكل سرور أحياناً كنت أسمع البعض يقول أنه لا يحب القطة لكن رأيه يتغير تماماً بعد الاقتراب منها والتواصل معها هناك أكثر من عشرة ملايين قط سائب في البرازيل الصعوبات المالية التي خلفتها الجائحة فاقمت هذا الرقم ودفعت الكثيرين للتخلي عن قطتهم وإرسالها إلى الشوارع هناك عدة مقاهل القطة في العالم لكننا نتميز بتوفير رفاهية عالية لحيواناتنا وضمان حياة جميلة لها مستقبلاً افتتح المقهى منذ عام واحد فقط لكن كثيرين وقعوا في حب القطة محاطة بكل هذه القطة أشعر أني في الجنة أنا عاشقة لها وحس وكأنني في حلم مليء بالقطة الصغيرة أنا واقعة في حبها لا أريد أن أغادر أريد فقط أن أبقى هنا وأحفظنا مزيداً من القطة تحظى مقاهي القطة بشعبية كبيرة في آسيا افتتح في تايوان أول مقهى للقطة منذ أكثر من عشرين عاماً لا يستطيع الكثيرون تحمل تكاليف تربية الحيوانات الأليفة لكنهم في مقهى القطة يستطيعون الاستمتاع بقضاء الوقت مع حيواناتهم المحببة نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة يو اي تي في شكراً لحسن المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة